طيب خلينا نروح لتفاصيل المباراة واخبار النهاردة النهاردة طبعا البروفا الأخيرة العمسات الأخيرة اللي بيحطها ميستر مارسل كولر على شكل الفرقة قبل موجة الوداد بكرا ان شاء الله فيه على ملعب الساد القاهرة المباراة اللي هتقام الساعة 9 مساء النهاردة زي ما لو يحد حد الأفريقي بتسمح هيسمح لوسائل الإعلام إنها تحضر الخمسة شردية الأولى من أحداث بران الفريق وده طبعا وفقا للقواعد اللي بتنظم بطولة دوري أبطال إفريقيا ميستر مارسل كولر هيحط الرتوش الأخيرة طبعا يمكن دي لعطات من ملعب الساد القاهرة اللي بيتم تجهيزه الحقيقة يمكن نشكر كل المسؤولين حقيقة بيقوم مجهودات كبيرة والتحاد الكورة حتى كان مفترض أنه فيه قبل موجة الأهلي وداد مباراة تقام على ملعب الساد القاهرة لكن اتحولت لملعب السلام أو الساد السلام عشان يظهر ساد القاهرة درة المنشآت الرياضية في مصر وفي إفريقيا في أفضل صورة ممكنة المدرجات الفضية دي هتزينها إن شاء الله جماهير النادي الأهلي وهتكتسب اللون الأحمر وهتكون بإذن الله بإذن الله كما عهدناها دائما واحدة من أهم أسباب الفوز والتتويج بطولة أفريقيا للمرة 11 في تاريخنا وبالإضافة لأنها مباراة مهمة جدا ومباراة متشافة جدا جدا على مستوى مش هقول أفريقيا بس والوطن العربي هقول على مستوى العالم كله شامبيونز ليج أفريقيا واحدة من أهم البطولات اللي كله أسهل العالم في كل أنحاء العالم بتكون خريصة على متابعتها فالمشهد بكرة إن شاء الله بإذن الله هو تحت أنظار العالم ومسؤولية الجماهير الفستاد اللي رايحة واللي كان من حصن حظها إنها تمكنت من الحصول على تذكرة لحضور المباراة عليها دور كبير جدا ورسالة نيابة عن الملايين التي لم تتمكن من الحضور أنتوا بكرة مسؤولين عن أو جزء بتمثلوا جزء كبير جدا من مسؤولية عودة الجماهير للمدارجات في كل المباراة مش بس في المباراة المهمة أو مش بس في مباراة دولي الأبطال فنتمنى إن شاء الله أنكم واصخين بإذن الله أنكم هتكونوا قد المسؤولية واتقدمونا بكرة طابلو رائع في تشجيع ومسندة ومؤذرة النادي الأهلي في الملعب النهاردة في اجتماع بعد التمرينة مع مستر كولر عشان يتكلم معهم على أهمية لقاء النهاردة وإنه مفتاح التتويج بالبطولة يبدأ من التسعين ديئة الأولى في القاهرة فرصتنا بإذن الله أكبر فرقتنا الحمد لله واصخين فيها أنها وصل مستوى متماس جدا بس إياك ثم إياك ثم إياك أن تستهين بالوداد المغرب فريق محترم حتى وإن كان مش في أفضل حالاته وحتى لو كان مشواره في البطولة أهله للمباراة النهائية بشق الأنفس زي ما احنا بنقول بشق الأنفس فلازم تعرف دايما أن الوداد فريق عنده شخصية البطل واحد من أكتر الفرق اللي لازم تعمل لها حساب على مستوى القر وبالتالي بالتأكيد الوداد لن يأتي كفريسة سهلة يعني ما تتوقعش المباراة السهلة رهانة مرة تانية بكر رهاني طبعا الحالة الفنية والبدنية والتيكتيكية وتعليمات مستر كولر واختياره للتشكيل ده شأن مستر مارسيل كولر هو يختار الأفضل وبالتأكيد طبعا ويختار أفضل طريقة أو أفضل عناصر ممكنة بناء على حكتين واحد دراسته للفريق المغربي اللي بالتأكيد حفظه وعرف أهم مواطن القوة وأهم مواطن الضعف فيه اتنين حالة فرقته اللي هو بيتباحها وبيشوفها وبيقايمها يوم بعد يوم لكن الرهان في النهاية بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير دي الحاجة الوحيدة اللي احنا نرعن عليها روحنا روح الفنية الحامرة روح الحالة المعنوية للعيبة وازاي هنبدأ اللقاء شراسة مباراة النهائية دي مش بطولة دوري ومش بطولة في دور المجموعات وما فيهاش فرصة للتعويض على ملعبك وسط جمهورك تقدر تخلص بإذن الله بكرة وتوصل لنتيجة تريحك وانت رياح المغرب بحيث ان ما بيقاش عليك ضغط من اي نوع لا ضغط نفسي ولا ضغط عصبي ولا ضغط بدني ويبقى الضغوط كلها متصدرة لفريق الوداد المنافس الشقيق بالمناسبة طبعا في النهاية دي منافسة في الرياضة ونتمنى ان شاء الله بإذن الله انه يفوز فيها الافضل الاهلي طبعا ان شاء الله خليني اقول لحضراتكم النهاردة كمان هيكون فيه الاجتماع الفني لمطش الاهلي والوداد في مطش الزهابي يعني وده الاجتماع اللي بيتم فيه الاتفاق على كل الامور الفنية كل التفاصيل الخاصة بالمباراة ومفترض ان شاء الله هيحضر الاجتماع ده كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة والتقم الإداري وطبعا في حضور ممثل الاتحاد الافريقي الجاه المنظمة المباراة حكم مباراة بالمباراة ايضا مندوبين عن نادي الوداد مطش النهائي زي ما كنا علاننا قبل كده مسؤولية التحكيم فيه أسندها الاتحاد الافريقي للحكم الليبي معتز إبراهيم وحكم ساح هيثم قيراط الحكم التونسي هيكون حكم للفار وهيكون مساعده الحكم الجزائري مصطفى غربال مساعدا لحكم الفار مساعدا لهيثم قيراط طبعا معتز إبراهيم واحد من الحكام اللي يمكن ما تقدرش تقول عليه من الأسماء الكبيرة في في بطولة في البطولات الافريقية يعني ولكنه حكم يعني جيد يعني هو حكم لنا أنا شفت الحقيقة الفرصة يعني الوحيدة اللي وتيحت ليه لتقييم أو لمتابعته كانت مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دور التمانية مباراة العودة هناك في المغرب في كازا بلانكا في الدارة البيضة والحقيقة يعني حكم من الحكام اللي ما تقلقش منهم صحيح كان في بعض الأخطاء اللي أتوقع وأتمنى أنها تكون ما كانتش متعمدة وإن كانت مؤسرة يعني على سير أحداث اللقاء لكن نتمنى له التوفيق بكرة هو كل تقم التحكيم وخصوصا أنه التونسي هيسم قيراط ومصطفى غربال على الفار أعتقد إن شاء الله بإذن الله تحكيميا تحكيميا تبقى مباراة ما فيهاش مشاكل وما يكونش للتحكيم دور في التأثير على نتيجة بأي شكل من الأشكال نهاردة كمان هيكون فيه مؤتمر صحفي للنادي الأهلي الساعة سبعة ونص وبعديه بساعة ساعة تمانية ونص هيكون مؤتمر صحفي للوداد طبعا هيغيب عن فريق الوداد واحد من نجوم الفريق الحياة وعمدته الأساسية عبدالله هيمد من فريق الوداد ونجم خطه نص السؤال أنه طبعا يعني هو اشتكى الحياة وتعرض لوعكة صحية واضطر المسؤولين في بأسة الوداد أنهم هنلول أحد مستشفيات القاهرة عشان يجري عملية الزايدة الدودية وده اللي أكده موقع بالمناسبة لتراسونس بور المغربي قال أن عبدالله هيمد حسب يعني بألام نتيجة التهابات في الزايدة الدودية وتم نقله في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الواحد من مستشفيات القاهرة وبالتأكيد طبعا تأكد غيابه عن مباراة الأهلي ألف السلامة ونتمنى له طبعا سرعة الشفاء